الخراءة العامة لك برج الحوت أنت قاطع مع الحبيب في الكلام ربما أنتما في خلاف مع بعضكما وأنت اتخذت القرار بالابتعاد عنه والنظر إلى مستقبلك فأنت ربما قد تأتي عملاً جديد وتريد التركيز عليه أو أن هذا الحبيب ليس بضرور أن تكون قد قطعت معه الكلام بشكل نهائي ولكنك أخذت القرار بالابتعاد والتركيز على مستقبلك ربما رأيت منه التباعد أيضاً أنت ترى الحبيب وكأنه احتمال بأنك ترى أن هذا الحبيب هو أمني تراها لم تتحقق بعد وتتمنى أن تتحقق بالنسبة لك وأنك تراه أيضاً بأنه في وضع مادي مستقر ولكن هناك شيئاً ما قد حصل معه في حياته قد جعله في هذا الرفاه وفي هذه الحالة المادية الجيدة ولكنه غير مرتاح أنت هكذا ترى الحبيب يراك وكأنك شمس ساطع على حياته وكأنك غيرت حياته كلها وعطيته الطاقة الإيجابية والدفء والحنان وأنت تشعره بأنه قد ولد من جديد هو يحس معك بمشاعر عاطفية كبيرة ويشعر جداً بأنه يحبك الحبيب يحبك ولكنه بهذا الكرت يبدو بأنه لا يخبرك عن هذا الحب أو لا يبدي حبه ومشاعره لك لا يظهره على وجهه ولا يتكلم معك بهذا الخصوص ولكنه هو يراقبك وينوي على الخطوة معك أن تكون جادة ولكنه ينظر هو بانتظار شيء ما في حياته ربما هو في عمل ما أو في وضع ما لا يسمح له بالتقرب منك في هذه اللحظة ولكنه هو جداً معجب بك وكأنه يريد أن تكونان في عائلة مع بعضكما وهو يراك جداً إنسان جميل أنت برج الحوت في علاقة عاطفية في علاقة توأمروح أنت تحب هذا الشخص لدرجة عالية وكأنك أيضاً احتمال بأنكما تعملان مع بعضكما في نفس مكان العمل هذه العلاقة توأمروح وهذه المناسبة هذا برج الجوزاء لا تلتزموا بالأبراج ولكن إذا ظهرت لي أي برج ولم أنسى سأقوله لكم هذا برج الجوزاء وبرج العذراء برج العذراء برج الثور برج العذراء مرتين وأنا أرى بأن الأبراج المائية هذه احتمال بأنك تكون أيضاً برج الحوت أيضاً أو أي برج آخر من الأبراج المائية إذن أنت ترى الحبيب بأنه هو الشخص الذي تتمنى أن تكون معه وأن تعيش معه بقية حياتك أنت تحبه كثيراً وتشعر بهذا الحب الكبير الذي بينكم وهو أيضاً يحبك ولكنه لا يبادلك نفس المشاعر فأنت تظهر هنا بأنك أنت بأنك أنت لا تبادله مشاعر بأنك أنت تخفي عنه المشاعر ومبتعد عنه وهو أيضاً نفس الشيء أنظروا هو يحمل العصى وأنت تحمل السيف وأنت تنظر إلى مستقبلك وهو ينظر إلى مستقبله ربما يوجد في هذه الفترة عمال ربما أنتما في عمل معين وأنتما مهتمان في الوقت الحاضر في الوقت الحالي في عملكما أكثر من اهتمامكما بالعاطفة ولكن أنتما في علاقة توأمره أنتما جداً تحبان بعضوكما الحبيب هو في حالة استقرار استقرار مادي ورفاهية وهو وحيد هذه العلاقة احتمال بأنها تكون للعزاب هذه العلاقة لغير المرتبطين الذين ينتظرون شخص ما معين هو في حياتهم ويحبونه ويتمنوا أن يسمع عنه أي شيء في هذه القراءة لهؤلاء الأشخاص هذا الشخص حالته المادية جيدة هو يعيش لوحده هو إنسان حر يعشق الحرية لا يعشق القيود لا يتمنى القيود يحب العيش بحريته وينتبه جداً إلى الأشياء المادية المادية تعني له أشياء الكثير هذه هي الأبراج الترابية وهو يحب الاستقرار جداً ويحب الهدوء ولا يحب التقيد فلا تقيده أنت برج الحوت أنت إنسان عاطفي جداً وهذا يظهر لي بكارت اللابر أنت إنسان عاطفي جداً فمن البداية لا تقيده بحب كبير يبعده عنك لا تظهر له مشاعرك بكثة وكن معه معتدل فأنت في طاقة جداً جيدة في هذه الطاقة أرجو أن تظهر له الاهتمام والحب ولكن بشكل معتدل لكي تحافظ على هذا الحب مشاعرك باتجاه هذا الحبيب كما أرى بالفعل أنك أنت لا تظهر هذا الحب أبداً لهذا الشخص أنت مبتعد حالياً عنه وقطع معه بالكلام لا أعلم لماذا لكنهما احتمال بأنك أنت غاضب منه لأنه لا يظهر لك أي مشاعر أيضاً هو أنت لا تعلم بحبه لك لكنه هو يحبك جداً لا يعلن عن ما في داخله بسرعة يحاول أن يأخذ وقت طويل أو بر الثور حتى وقت طويل تدقيق في كل الأمور وقبل اتخاذ القرار المناسب هو بالبداية يريد استقرار المادي قبل أن يتقدم لأي خطوة جدية معك وأنت هذه الفترة أنت يظهر لك أنك تريد الإبتعاد والجلوس مع النفس والوحدة مع النفس ومراجعة نفسك إذا كانت هذه ما هو السبب مرجعة نفسك ما هو السبب تسأل نفسك ما هو السبب لإبتعادها لماذا لا يظهر لي مشاعره لماذا هو مبتعد لماذا لماذا أنا أقول لك بأنه هو أعطه الوقت للتعرف عليك جيداً فهو ليس من الأبراج التي بسرعة تنطلق وتقول تعبر لك عن شاعره هو يحتاج كثيراً من الوقت ليس مثلك أو مثل أي شخص آخر فأنت إنسان بطبعك رومانسي حساس عاطفي جداً تعبر عن مشاعرك بسرعة ولكن ليس كل الأشخاص بهذه الطريقة فهو شخص جداً يحاول أن يدقق في أدق التفاصيل وفي نهاية بعد وقت يعطي القرار نهاي هو يجدك أو يشعر بأنك تحاكمه على كبيرة والصغيرة ربما أنت تدقق عليه بكلامك بأفعالك لماذا هذا؟ لماذا هذا؟ وهو يشعر بأنك تحاكمه دائماً أو يوجد بينكما أنت وهو أخذ عطاء في الكلام أنت تدينه وهو يدينك إما دائماً نوايا هذا الحبيب هو يحبك جداً ويريد أن يقدم لك كأس الحب فأنت فيشعر بك هو يشعر بك وكأنك تغييز بحبك لكل الناس وتعطي حبك لكل الناس أنت تحب الجميع وأنت إنسان عاطفي بطبقك وهو يحب أن يقدم لك المشاعر التي تستحقها هذه هي نواياه وخطوطه القادمة أن يكون معك جريء وواضح وكلام صادق وهذا الشخص لا يعرف إلا قبل الحق وقبل الصدق وهو إنسان جاد بطبعه إذا أراد شيء يقول لك بشكل واضح وصريح أنا أريدك بالارتباط هذا الإنسان لا يتسلى هذا الإنسان لا يتسلى هذا الإنسان يحبك بصطب ولا يتسلى ربما أنت ربما أنت في هذه الكرود أنت تخاف من الحب أنت شخص خائف من الحب أنت منعكف على نفسك وهنا متبعد أنت خائف من الحب احتمال بأنك قد مررت بأشياء صعبة في حياتك أفقدتك الثقة أن تعطي حبك لبعض الناس وأنت خائف من هذا الشيء أنت مررت ربما مع أشخاص سلبيين في حياتك أفقدك هذه الثقة وأنت بهذا الكرد تدينه بشكل دائم لأنك لا تثق لأجدك هنا عليم الثقة وهنا يظهر بأنك تدل هذه البطاقة بأن تقول لك بأنك يجب أن تثق أكثر بهذا الشخص لا تخاف لماذا أنت خائف ليس جميع الأشخاص بنفس الطبيعة إذا مر إنسان خاطئ في حياتك ليس بالضرورة أن يمر جميع الأشخاص بحياتك الحذر موجود والحذر مطلوب جدا خصوصا بالعلاقات العاطفية أما إذا رأيت بأن هذا الشخص نواياه أنت تحس وبرج الحوت هو مالك الإحساس وهو مشاعره الحس السادسة عنده قوية جدا وإذا شعرت بإحساسك بداخلك بأن هذا الشخص يريدك وهناك طرق جدا كبيرة لكي تعرف بأن هذا الشخص يتلاعب بك أم لا فإذا أحسست بأنه يريدك أعطي لنفسك هذه الفرصة نتيجة هذه القراءة تقول لك هذه القراءة نتيجة أن هذه العلاقة بينك تحتاج إلى عمل إلى المزيد من الوقت إلى المزيد من الجهد فأنت يجب أن تعطي لهذا الشخص الوقت الكامل الوقت الكافي لكي يتعرف عليك ويتعرف على مزاياك وأنت كن معه صريح وواضح وكن معه أهم شيء أن تكون معه معتدل لا تعطي الحب بشكل كبير كن معه معتدل فهو لا يحب أن تكون الأشياء سريعة هو يحب العلاقات البطيئة التي تتدرج شيئا فشيئا هو يريد أن يتعرف على تفاصيل حياتك يتعرف على تفاصيلك لا تعطيه بسرعة أعطيه الوقت لكي يتعرف عليك وأنت تتعرف عليه أكثر ربما أنت لا تجد به الشخص المناسب بعد فترة فأعطي لنفسك الفرصة وأعطي لهذه العلاقة الوقت الكامل لتتعرف على هذا الشخص وتقول لك هذه البطاقة النصيحة لا تخف واخرج من المشاعر السلبية أو المشاعر الماضي والخوف من الماضي الذي أنت مقبل به أنت تشعر بأنك تخاف من كل العلاقات من كل الناس أنت واقف وفي يدك أي عصا تريد أن تضرب بها أي شخص يتقرب منك ليس بهذا المعنى طبعاً لكن أنت تحمي نفسك تريد أن تحمي نفسك وتريد أن تحمي قلبك أنا أقول لك الحذر واجب ولكن لا تصل بك لرجة الاتئاب والخوف من أي شخص في هذه الحياة يجب أن تخرج من المشاعر السلبية التي كانت التي حملتها معك في الماضي وإذا كان هناك أشخاص سلبيين ما زالوا مؤثرين على حياتك إلى هذا الوقت الحاضر علاقات سابقة أو أشخاص سابقين يجب عليك أن تخرج من هذه الأطاقة وتبتعد عن هؤلاء الأشخاص السلبين فهذا الحب يستحق أن تعطيه الوقت أسفه لقد يعمل أو السيحة هذا المسيح صانيات كتابين حي ما هي الأحيات